اسمي رابي كومار أنا مهندس برمجيات سؤالي سريعا لا تربط أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالإرهاب لحدوث الكثير من الأشياء في الهند أكثر من عشرين ألف فرد قتل في كشمير ألفين مسلم قتلوا في كجرات لذلك فلدينا العديد من الأحداث المرتبطة بالإرهاب في الهند نفسها مثل أننا نربط شخصا ما بالإرهاب الناس الداخلين في ذلك يمكن ربطهم بالإرهاب أنا أشكر الأستاذ ذاكر نائك لتوضيح الفكرة الخاطئة عن الجهاد سؤالي هو كما ذكرت لا يمكن مهاجمة دولة كاملة لتبحث عن شخص واحد والآن فأنا أسأل عن هذا السيناريو الإفتراضي فافترض أني ذهبت لإحدى الدول العربية وتسببت في ضمار كبير فقتلت عددا من الناس هناك ثم عدت إلى الهند والدولة قدمت دليلا للحكومة الهندية أننا نعتقد أن هذا الشخص تسبب في ذلك التدمير والحكومة الهندية ما ذالت تقول أن الدليل الرابط المقدم منكم لا يصلح وهذا الدليل تم مشاركته مع باقي الدول وجميعهم وافقوا وافترض أن الدولة مرارا ليست مستعدة لتسليمي فما على تلك الدولة أن تفعل وفقت لم أكمل وشيء آخر دليل تلك الدولة سابقا أيضا عندما تم خطف الطائرة فقد شجعوا الخاطفين فسمحوا الإرهابيين الذين أتوا على تلك الطائرة على الهروب خارج البلد ما على تلك الدولة أن تفعل بفرض إذا كنت سأعود بعد ارتكاب تدمير إلى الهند والهند ليست مستعدة لتسليمي وتم تقديم الدليل والحكومة الهندية قالت مرارا أنهم يعتقدون أن هذا الدليل غير صالح ما على تلك الدولة أن تفعل سأل الأخ سؤالا جيدا جدا وذو علاقة بالموضوع وقد أعطى تجبيها جيدا جدا بينما حدث في أحداث الحادي عشر من سبتمبر برغم أنه عاد إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر التجبيه جيد وهو افتراض الذهاب إلى دولة عربية قتل الآلاف وضمر وعاد الدولة العربية أعطت الدليل إلى حكومة الهند وحكومة الهند لم تقبل المل عمر مرة أخرى ليس صديقي قال للولايات المتحدة أعطوني دليلا وحكومة الولايات المتحدة لم تعطيه دليلا فتشاركوه مع توني بلير تشاركوه مع مشرف مشرف يدعي أنه لديه دليل جيد وكافي فقال رأيت الدليل ثم طلب من حكومة أفغانستان أن تسلم المتهم حكومة أفغانستان قالت من فضلكم أعطونا الدليل ولم يستطيعوا إعطاء حكومة أفغانستان الدليل ويشاركوه لتوني بلير هذا غير منطقي هذا يعني شيء ما مغشوش في الدليل وحتى اليوم حتى هذا اليوم أسامة بن لادن مشتبه به إنه فقط افتراضي الدليل لابد أن يكون دليلا دامغا وإذا كان الدليل المعطي دليلا دامغا بأن أسامة بن لادن فعلها فأفغانستان مضطرة لتسليم أسامة بن لادن كهندي وقمت بفعل شيء ما في الدول العربية والدولة العربية قدمت دليلا ولو الحكومة الهندية عارضت يمكنكم الاحتكام إلى القانون الدولي أين القانون الدولي في قضية أسامة بن لادن؟ أين هو القانون الدولي؟ أين هي الإرشادات الدولية؟ هل تعلمون قواعد المواثيق الدولية؟ إذا افترضنا أن هناك سياسة تسليم المتهمين بين دولتين على سبيل المثال الهند والمملكة المتحدة لديهما اتفاقية تسليم المتهمين لو أن أحد المجرمين الهنديين ارتكب جرما وذهب إلى المملكة المتحدة يمكنهم طلب إعادته على سبيل المثال نديم مخرج موسيقي الحكومة الهندية قالت بأنه تورط في جريمة قتل فعندما قدموا الدليل لحكومة المملكة المتحدة وتابعا لقانونها فالمملكة المتحدة قالت بأن الدليل غير منطقي وتم إلزام الحكومة الهندية بدفع مصاريف المحاماة الخاصة بنديم أعطوا دليلا كافيا لم يقبلوا الدليل لذلك الدليل غير صالح هل قامت الهند بإعلان الحرب ضد المملكة المتحدة؟ لماذا يشن الحرب؟ لكن على الأقل الحكومة الهندية قدمت دليلا أما الولايات المتحدة لم تقدم دليلا لأفغانستان على الإطلاق وحتى الآن إذا ذهبت إلى السعودية وأي دولة عربية وإذا فعلت شيء ولو أن السعودية قدمت دليلا بأنك المجرم حتى لو لم توافق الحكومة الهندية على ذلك السعودية أو أي دولة عربية لا يمكنها قصف الأراضي الهندية لا يعطي تصريح الإسلام لا يعطي تصريح حتى لو كان متهم حتى لو قتل مليون فرد فليأتوا ويقبضوا عليك إن كان لهم القوة لا يمكنهم قصف الأبرياء لا يمكنهم فعل ذلك غير مسموح بذلك في الإسلام نفس الشيء عن السيناريو المقدم في كشمير في كجرات في أكشادم أنا أقول بما كانت خلفية الموضوع لماذا دخل هذان الإرهابيان في الإسلام لا يمكنك تدمير الأديرة أو الكنائس لا يمكنك قتل رجال الدين أي أحد يذهب إلى دير في مكان للعبادة في معبد ويقتل أناس أبرياء إنه ضد القرآن هذا ضد القرآن يجب أن دينه فقط لأن هؤلاء الشخصين أي كان السبب ولديه خطاب يؤمنون بأنهم جاءوا من أجل القصاص قصاص كلمة عربية معناها يمكنك الأغذى بالثأر وقيل ربما أن السبب أن عائلاتهم قتلت حتى لو قتلت عائلاتهم فليس لديهم الحق في قتل أربع وأربعون شخصا ربما كان السبب شخص آخر ولكن الفعل كان خاطئا فقط بسبب أن أحدهم قتل إذا أخذوا الثأر وقتلوا قاتل أفراد العائلة إذا ذهبوا وانتقموا من ذلك الشخص فذلك شيء آخر كيف يمكنك قتل أربع وأربعون شخص آخر بريء في الإسلام أيضا حتى لو عرفت من هو المجرم الرئيسي فكما قال الله تعالى في صورة المائدة رقم خمس الآية رقم اثنان وثلاثون من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فقط إذا عرفت من فعل الفساد في الأرض ثم قتل نفسا ذلك هو السبب الوحيد لقتل شخص ولا يمكنك قتل شخص آخر بدون سبب الإسلام يدين ذلك وكأنك قتلت كل الناس أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك السلام عليكم أخي كشخص مسلم أود أن أسألك هذا السؤال في ظل المناخ الاجتماعي السياسي واللاهوتي السائد بين الحق والباطل في العالم اليوم أجد صعوبة بالغة في تأييد أي فئة أو حتى مفهومي للحق والباطل باستبعاد الإنحياز السلوك المقبول في أيامنا هو أن اتباع إيمان معين يعكسون هذا الإيمان على أساس هذا الافتراض كيف يمكنني اتخاذ موقف كيف يمكنني أن أحافظ على قوة إيماني بينما هناك صراع أساسي في الأفكار بيني وبين نظرائي المسلمين شخصيا هل تؤيد موقف صدام حسين حول الفدائيين أو وفاة الانتحار الفلسطيني؟ الأختي سألت سؤالا حول التضارب في الأفكار هي لا تعلم ما الذي يناسبها من يجب أن تؤيد ومن يجب أن تعارض سألتني هل أؤيد ما يحدث في فلسطين والمجاهدين؟ ما يحدث بالنسبة لصدام حسين وإلى آخره أختي كما أخبرتكم عدة مرات هذه قضايا سياسية ما أقوله هو أن لكل شيء أجندة خفية وبسبب كثرة صفري والله أعلم بمدى صحة رأيي أو خطأه لا يمكنني أن أحدد سبب ذلك ولكن بصورة عامة السبب هم قلة من الناس والسياسيون السياسيون مرة أخرى لأسباب سياسية يجعلون شخصا كبش فداء وهذا هو السبب الذي يجعلهم يريدون التأكد من أن الدوافع الخفية قد تم حلها أنا كمسلم إذا سألتني ما الذي علي قوله إذا سألني أحدهم أستطيع قولا حقيقة فقط إذا تسبب أحدهم بالأذى والقتل إلى آخر في هذه الحالة الانتقام مسموح وما عاد ذلك لا يمكنهم تسألينني عن حالة فردية معينة كأسامة بن لاد أو صدام حسين أنا غير ملم بخلفية الموضوع ولا أستطيع أن أفتي لأني لم أقابلهم لكي أعطي رأيي يجب أن أقابلهم ما أقوله هو الله أعلم الله تعالى لن يسألني يوم القيامة هل أسامة بن لاد إرهابي أم لا أستطيع أن أخبركم إذا أخطأ إذا خالف الكرآن والسنة فهو مخطئ وإن لم يخالفهما فهو جيد هذه ليست أساساتي لاجتياس الإختبار ما علي قراءته هو القرآن الكريم والحديث الشريف هذا السؤال يمكن أن يسأل لمن يتنقلون إلى أفغانستان ويقومون بالمقابلات إلى آخره أنا وأنت كمسلمين لن يسألنا الله تعالى يوم القيامة عما إذا كنا نوافق على أن صدام حسين إرهابي أم لا علينا القول الله أعلم نحن لا ندري لا نؤيدهم ولا ندينهم إذا كان هناك إثبات قوي عن شخص معين أو مسلم معين بأنه خالف الكرآن عندها يجب علينا أن ندينه ولكن إذ لم يوجد دليل قوي يجب علينا أن نبقى محايدين هذا ما يقوله القرآن وإيمانك يجب أن لا يتزعزع أغتي أعلم اشتركوا في القناة